وفي التفاصيل المهمة أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن أسماء قتل قيادات عصابة داعش الإرهابية في عملية وثبت الأسد المنفذة نهاية شهر آب الماضي في صحراء الأنبار ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه وبعد ظهور نتائج الحمض النووي تأكد أن معظم القتلى هم من قادة الصف الأول لعصابات داعش الإرهابية من بينهم أحمد حامد حسين عبدالجليل زوينة المكنة أبو صديق نائب ودي العراق والإرهابي عمر بن سويح بن سالم قارة المكنة أبو علي التونسي أمير التصنيع والتطوير والملف الكيميائي إضافة إلى ما يسمى ودي الأنبار سعد محمد ناصر المكنة أبو همامة إضافة للإرهابي علي رجا مسؤول ملف الاقتصاد والأموال في ولاية الأنبار أضاف البيان أن هذه العملية بمستوى عال من الاحترافية لدى جهاز المخابرات وقدرته على اختراق القيادات العليا لداعش والقدرة على ملاحقتهم في كل زمان ومكان